السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا رابع اليوم ان شاء الله رح نختم مادتنا ووحدتنا رح نبليش اول اشي بيه النفط طبعا النفط لو انت تسمع كلمة نفط اول اشي بيه تبادر الذي هناك بنزين سولار غاز الى اخر هي صح طب هاي مكونات النفط ايش انا بستفيد منها بستفيد منها كطاقة على انت السيارات اللي بتشتغل على البنزين بتقدر تحركها او بتقدر تمشي وتروح ما شويرا فيها اذا ما حطت لبنزين لا لانه البنزين هو اللي بيعطيها الطاقة عشان تمشي اذا اول اهمية للنفط انه تحريك وسائل النقل مثل السيارات طيب عمرك كمان سألت حالك كيف بتشتغل هاي المصانع هاي المصانع برضو بتعتمد على النفط في توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي بتم تشغيل المصانع كمان المواد البلاستيكية اللي حوالينا اي مادة بلاستيكية بيدخل في صناعتها النفط كمان في الادهان اللي احنا نستخدمه للبيوت هاي برضو يدخل في صناعتها النفط كمان رح تتفاجئ انه في عندي برضو بعض انواعي الادوية بتم استخدام النفط في صناعتها فاذا النفط مهم جدا في حياتنا ان شاء الله رح تخضوا عنه هذا الحكي في المستقبل القريب هلا رح نروح لمراحل تكون النفط عندي رح نحكي عن مراحل بيتكون النفط كيف بيتكون النفط بتكون النفط من 3 مراحل المراحل الاولى كائنات بحرية دقيقة ماتت احنا منعرف انه اي كائن حي ربنا خلقه الا يجي ايام ويموت صح في البحر ربنا خلق كائنات حي صغيرة كتير دقيقة يعني صغيرة كتير هاي الكائنات الحية البحرية الصغيرة كتير ربنا بخليها تموت بعد فترة لما تموت بعد فترة بتصير تترسب في قاع المحيط أو قاع البحار صح؟ هلأ بعدما تنزل لقاع البحار تتراكم فوقها إيش؟ الرسوبيات الرسوبيات تتراكم فوقها طبقة وراء طبقة طبقة وراء طبقة لما تسير عليها الطبقات الرسوبية هاي تتعرض سعتها لضغط وحرارة شديدين بعد ما تتعرض الضغط وحرارة شديدين بعد ملايين بعد ملايين السنين إيش بصير؟ بتكون عندي النفط بالأخير تمام؟ فإذن عندي تلت مراحل كائنات بحرية دقيقة ماتت بعد ما ماتت ونزلت لقاع البحر تراكمت فؤها الرسوبيات بعد ما تراكمت فؤها الرسوبيات صارت عند ضغط وحرارة شديدين زي لما أنا مسلا أحمد نايم لما أحمد نام أجد حطين عليه أول حرام بعدين حطين عليه تاني حرام بعدين ثالث حرام بعدين رابع حرام فأحمد بحكي شوبان أنا مضغوط ليش حطيته عليه هذول الحرمات صاح؟ فإذن لما يزيد الضغط الطبقات رسير يزداد عندي الضغط ويزداد عندي الحرارة تمام؟ لما يزداد الضغط والحرارة عن طريق الرسوبيات هاي الكائنات البحرية الدقيقة بتتحول لشو لنفط بتتحول لإيش رابع لنفط هاد المراحل تكون النفط لكن زي ما النفط إلو إيجابيات إلو برضو سلبيات هلا هاد النفط اللي نستخدمه فيه المصانع زي ما حكيت لك قبل بشوي بيطلع غاز هون إذا أنت شايفه اللي هو الدخان اللي هو فيه غاز ثاني أكسيد الكربون هلأ وجود غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو بيخلي درجة حرارة الأرض تزيد لما تزيد درجة حرارة الأرض بيتغير المناخ يعني المنطقة اللي بتكون باردة كتير بتبطل باردة زي المنطقة المتجمدة الجنوبية أو المنطقة المتجمدة الشمالية إذا ارتفع درجة الحرارة مع الوقت رح يسبب إيش رح يسبب إنه يدوب دوبان الجليد وبالتالي موت بعض الكائنات الحياة زي رح نشوف كمان شوي فإذا دخان المصانع دخان المصانع بينتج عندي غاز ثاني أكسيد الكربون لما يزيد عندي غاز ثاني أكسيد الكربون بترتفع درجة حرارة الأرض لما ترتفع درجة حرارة الأرض بديو يتغير عندي المناخ ولما يتغير المناخ بتتدمر مواطن الكائنات الحية وبتنقرد وهلأ رح نشوف في الصورة اللي بعدها هيعننا صورة هون لما يتغير المناخ بهاي المنطقة لاحظ إنه عندي الأرض جافة ليش؟ لأنه ما فيها أمطار بسبب ارتفع درجة حرارة الجو صارت بالتالي صار عندي جفاف وبالتالي ما في أي كائن حي بيقدر يعيش في المنطقة جافة لأنه أي كائن حي بيحتاج للمياه وبيحتاج للنباتات عشان يعيش وإذا أنت بتلاحظ على الصورة اللي جنبها أطول أنا في عندي هاي المناطق القطبية المتجمدة هلأ إذا أنا ضلت درجة الحرارة ترتفع ترتفع معناته كل الجليد هذا بده يروح وبالتالي هل بيقدر يعيش الدب القطبي في مناطق استوائية أو في مناطق درجة حرارة عالية لا وبالتالي فمعناته ممكن إنه ينقرد كون حكينا إيجابيات النفط إيش فوائده وإحنا نستفيد منه وكمان حكينا عن سلبياته وإنه بيئذ الأرض وهلأ رح نحكي عن المعدن هلأ رح نحكي عن آخر موضوع عنا اللي هو المعدن شو هو المعدن أنا بدي أجي أعرف المعدن إحنا نسمع صح يا رابع نسمع عن كلمة معدن صح طب شو هو المعدن هو مادة صلبة إذن إيش صلب طبيعية يعني ربنا خلقها مش بصنع الإنسان إذن هي مادة صلبة آسية طبيعية ربنا خلقها توجد وين وين أماكن تواجدها توجد في الصخور أصلها غير حي يعني كائنات هو الأصل تاها مش كائنات حي تمام إذن المعدن مادة صلبة هاي المادة الصلبة طبيعية ربنا خلقها توجد في الصخور أصلها غير حي هلأ هون أنا عندي مجموعة من المعدن وليش أنا بستخدمها عندي معدن الذهب طبعا هذا المعدن إحنا بنعرفه صح فالذهب هو معدن هلأ هذا المعدن إيش بقدر أصنع منه بقدر أصنع منه خواتم أساور سناسيل صح فإذن معدن الذهب هو معدن بقدر أنا أستخدمه في صناعة الخواتم مثلا عندي معدن هي موجود عندك صورته معدن الجبس الجبيرة اللي أنت بتستخد إنه اللي صبح الله إذا واحد نكسرت ييده أو نكسر إجره مش بحطوله جبيرة هاي الجبيرة من وين من وين شو المكونات تاعتها اللي هو معدن الجبس معدن الجبس هو اللي بنصنع منه الجبيرة طيب عندي المعدن الثالث اللي هو الكواردز معدن الكواردز هاي معدن الكواردز بيستخدم في صناعة سعات طبعا زي ما حكينا هون اللي هو المعدن الذهب اللي يستخدم في صناعة الخواتم الذهبية هلا بعض السخور حكينا إحنا المعادن وين بتنوجد في الصخور صح فهاي الصخور ممكن يكون فيها نوع واحد أو أكثر منها يعني الصخرة الوحدة الصخرة الوحدة ممكن أنا أستخرج منها أكثر من معدن ممكن ألاقي فيها أكثر من معدن طيب هلأ في عندي البتراء إذا أنت بطلاحق طبعا سميت البتراء بالمدينة الوردية صح؟ ليش سموها المدينة الوردية؟ لأن فيها ورد؟ لا طبعا لأنه لونها وردي لونها وردي زهري بسبب لون صخورها وهيك منكون أنهينا وحدتنا يا رابع كل عام وإنتوا بخير وإن شاء الله منلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته